عندي كمان خبر مهم تاني وده خبر يتعلق بمونديال الاندية في الولايات المتحدة الامريكية طبعا احنا خلاص عرفنا وتأكدنا من خلال متابعتنا البرنامج التريندو على شاشة الاهلي وكما اعلن الفيفا بالامس ان القرعة يوم 5 ديسمبر في مدينة ميامي يوم 5 ديسمبر الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة وعلى حسب المعلومات اللي عندنا ان الاتحاد الدولي ارسل خطاب رسمي للنادي الاهلي بضرورة تواجد ممثلين عن النادي الاهلي في مراسم القرعة في ميامي يوم 5 ديسمبر وعلى حسب معلوماتي ايضا باذن الله ان شاء الله باذن الله بما ان الفيفا بيدعو الاساطير لحضور قرعة مونديال الاندية في الولايات المتحدة الامريكية فنش هتلاقي اسطورة باسم الاهلي وما كانت الاهلي اكبر من نجوم كتيرة جدا اللعب وشاركه على مدار سنوات طويلة زي الكابتن محمود الخطيب فباذن الله ان شاء الله بيدعوة الفيفا لأساطير الكرة على مستوى العالم واحد أساطير النادي الاهلي والكرة المصرية الكابتن محمود الخطيب هنتشرف بالتأكيد بوجوده بنسبة كبيرة طبعا مع المهندس خالد مرتجي لحضور مراسم القرعة يوم 5 ديسمبر في الولايات المتحدة الامريكية اللي بتطبع القرعة هيكون فيها مفاجآت في أسماء النجوم اللي هتشارك في سحب مراسم القرعة في المكافآت اللي هيتم يوم القرعة الكشف عن الجواز والأرقام المالية وأيضا تفصيلة مهمة جدا متعلقة وكلنا بننتظرها وأنا بحاول كده يعني ايه مش هرتاح غل لما أجيب تفاصيلها تصنيف الأهلي في البطولة تصنيف أول تصنيف تاني شكل المباراة احنا عرضناها قبل كده ترتيب المباراة حتى المباراة النهاية كل ده احنا خلاص شرحناها مش نقصنا غير التصنيف فبإذن الله من هنا لغاية 5 ديسمبر أنا حاول نعرف لكم التصنيف وكل التفاصيل المتعلقة بمراصم القرعة ولكن مكانة الأهلي واسم الأهلي واتبتكلم دوقات الأهلي المنديالي أو الأهلي العالمي فالفترة اللي جاية هيكون فيه أحداث مهمة جدا 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 على المستوى الدولي في مشاركات تاريخية للأهلي مع الاتحاد الدولي سواء في بطولة فيفا انتر كونتنينتل أو حتى في المنديال الأندية في الولايات المتحدة الأمريكية ده كان خبر متعلق به أوراية المنديال اللي هتتنظم بإذن الله في ميامي يوم 5 ديسمبر طبعا ميامي هي مدينة في ولاية فلوريدا فانت بتتكلم بقى في أكتر من حوالي 10 ولايات هتستضيف كل الأندية المشاركة على مدار حوالي شهر في 12 ملعب اللي افتتاح في ميامي الختام يعني عارفين انتو خلية نحل هنشوفها في البطولة وكأنها تجربة مهمة جدا قبل استضافة أمريكا لكأس العالم للمنتخبات في 2026 واشري